السلام عليكم احبتي في اللا شهيوتنا اليوم تخفى فطائر مميزة لديدة بقوام رطب وقطني ميني باقيت معمر بحشوة اقتصادية من اروع واسهل ما يكون فطائر ما شاء الله بقوام اكتر من رائع لاحظوا معايا لنبدأ على بركة الله بايناء العجن سنوضع ثلاثة المعال كبار من الخميرة البلدية طريقة للتحضير ستوجدوها برابط الفيديو بصندق الوصف بالاسفل يمكن لكم تحضروها بالبيت او يمكن لكم تشريوها جاهزة فهنا بالنسبة الاخوات المتواجدين في سبنيارة اسميسا ليبادورام مادري ليبادورام مادري خديتها بيو من المحلات التجارية لتتبيع البيو فحاولوا تبعوا التعليمات اللي تكونوا في ظهر العلبة هنا عندي خمسة عشر جرام كافية باش تخمر لها كيلو ونص من دقائق وكانين ماركات اخرى كيف ما يمكن لكم تشريو الخميرة البلدية مخلطة مع الخميرة العادية ولكن بزوجهم بيو مثلا بحال هاد العلبة اللي امامكم يمكن لكم تكسانيوهم اولاين او لا يمكن لكم تشريوهم المحلات ديال البيو كيفما يمكن لكم وفي بعض الاحيان تقدروا توجدوهم بالمعشابات يلا ما توفرتوش على هاد الانواع فيمكن لكم تعودوها بمعقة كبيرة من الخميرة المجففة حبيبات حوالي سبع جرامات اولا واحد وعشرين جرام من الخميرة الطريع ديال الخبز غتحصلوا على نفس النتيجة تقريبا غير هادو تيبقوا بدائي اللي هما صحيين وعلى فكرة كل ما كانت الخميرة البلدية قديمة كل ما كان المفعول ديالها اكبر وتتكون صحية اكثر غنحلل هاد الخميرة بالحليب الدافع حوالي تلتميات ميلي لتر اللي ما بغاش يستعمل الحليب فيمكن يستعمل فقط الماء الدافع غي هو الحليب بتعطينا الخاصية ديال الطروة ديال هاد الفطائر لمدة اطول ضفت معلقة كبيرة من العسل الطبيعي يمكن لكم تعودوه بدبس التمر مثلا او لا معلقة من السكر الاسمر او الابيض حسب الرغبة ونضيف كذلك حبة بيض متوسطة الحجم بحرارة المطبخ 30 جرام من الزبدة المدابة بحرارة المطبخ حوالي ججمعة الكبار وتنخلط كل هاد المكونات جيدا يعني كيفما تتلاحظوا معاي الطريقة ديال التحضيرها هي بسيطة بزاف من بعد غنضيف خمسمية وخمسين جرام من دقيق القمح الرطب الكامل فارينة البلدية بالنخالة الرقيقة ديالها ويمكن لكم تعودوها باي نوع من دقيق من الاختيار ديالكم بحال دقيق القمح الصلب اللي تكون لون دياله اسفر او لا مثلا دقيق شوفان او مثلا الفورس حسب الرغبة وضفت معلقة صغيرة من الملح وانا تنخلط فغادي نستغني في هاد المرحلة على الطراب وغادي نجمع العجين باليد حتى نحصلو على كتلة عجين واحدة فالكمية ديال الدقيق خمسمية وخمسين جرام ولكن تتختلف حسب آآ جودة الدقيق المستعمل فيمكن لنا النقص او اللي نزيدو حتى نحصلو على العجين اللي تيكون لين لاحظوا معايا القوام دياله وتنبلكو فقط المدة ديال ثلاثة حتى الخمسة دقائق وسيندهنوا بالقليل من الزيت ومن بعد هنتركوه يختمر بمكان دافئ بعيد على مجرى الهواء حتى يضعف الحجم دياله الى استعملنا الخميرة العادية فالمدة ديال الاختمار ستكون اقل اما بالنسبة للخميرة البلدية المدة تتكون شوية طويلة بالنسبة للحشوة بمقلات سنوضع ثلاثة نمعة كبار من زيت الزيتون المقلات على نار متوسطة ونقلو بها حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة الى مكعبات توم مهروس ثلاثة الى اربعة فصوص من التوم حسب الحجم ديال التوم الى كان كبير شوية يمكن لكم تستعملوا غير ثلاثة الفصوص مثلا اذا كان صغير فلا بأس باربعة الفصوص وسنقلو هاد المكونات قليلا ورقة غار عسيد سيدنا موسا ستعطينا ناكها جيد مميزة لهذا الحشوة وثلاثمائة جرام من صدر الدجاج مقطع الى مكعبات اللي يمكن لكم تعاوضوه بالكفتة مثلا او التونة او لا مثلا يمكن لكم تضيفو المرتديلة تحقوها بالحق كم الجهة الغريضة او تقطعوا المكعبات هادي بعض البدائل سوريمي الى غير ذلك من البدائل هنضيف هنا زنجبيل سكنجبيل حوالي مع القصغيرة ومع القصغيرة يمكن لكم تعدلوا في الكمية ديال الملح كركم خرقوم حوالي مع القصغيرة وحوالي نصف مع القصغيرة من الفلفل الاسود اللي هو البزار نوزع تسبيله بشكل جيد على باقي المكونات ونتركها تقلى المدة ديال ثلاثة دقائق اللي بغى الطعم الحار فيمكن نضيف قرن من الفلفل الحار الهريسة الشطة الى غير ذلك وفي هاد الاثناء بعد ما مرت الثلاثة دقائق غنضيف حبة كوسة متوسطة الحجم مبشورة بالمبشرة قرعة خضرة محكوكة من الجهة الغليدة ديال الحكاكة قرعة خضرة متوسطة الحجم فاينما كانش عندكم القرعة يمكن لكم تعودوها مسلاً بالبدنجان او للمكور اي الملفوف الى غير ذلك وحبة الطماطم مقطعة كذلك الى مكعبات ونخلي كل هاد المكونات تقلى المدة ديال عشر دقائق على نار متوسطة كيف ما ستلاحظو معايا حتى تصبح جافة تماماً والدجاج تصبح مستوي وفي هاد الاثناء تنظيف معلقة كبيرة من البقدونس المفروم بهذا تصبح الحشوة جاهزة نزول ورقة الغار وانطفيل موقد وانتركوا حتى تبرد تماماً بعد اختمار العجين خدمني تقريباً ساعة الى ساعة واربع يلسة عملتوا الخميرة العادية فالمدة الاختمار تتكون اقل ومدة الاختمار يلسة عملتوا الخميرة البلدية فتتبقى حسب آآ الخميرة البلدية ديالكم واش قوية ولا شوية ضعيفة لانه كل ما آآ كانت المدة ديالها طويلة عندكم كل ما تتكون تخمر بسرعة قطعت العجين الى قطع نحاول ونعطيهم نفس القياس فطائر اللي غادي نشكله فطائر متوسطة والحجم تيبقى حسب الرغبة غادي نحاول نعطي لكل قطعة عاجين لقياس ديال ستين جرام يمكن لكم تستعنوا مثلاً بالميزان في هاد المرحلة باش يجيوكم هاد الفطائر بنفس القياس ونفس الشكل ما يجيكم مش مثلاً كبار وصغر فاعطيتهم القياس ديال ستين جرام غنبسط كرة العجين نستعن بالقليل من الزيت وبطرف هاد العجين المبسط سنوضع معلقة كبيرة من الحشوة غنستعن كذلك بجوبن السوندويتشات اللي مقطعة الى انصاف يمكن لكم تستعملوا كذلك آآ جوبن مبشور فلاحظوا معي الغر جوبن ديال سوندويتشات مقطعة على الزوج تنوضع فوق الحشوة وتنلفوا العجين حول هاد العمارة وحنا كنضغطوا باش حصلوا على شكل متناسق من بعد غادي نوضعوا الفترة ديالنا بصفيحة مدهونة بالقليل من الزيت او مبطنة ونتركوهم بعد الانتهاء حتي اختامروا ونضعف الحجم ديالهم بعد الاختمار كيف ما تتلاحظوا معي شكل ديالهم هو هذا نتافخوا كيف ما تتلاحظوا في هاد الاثناء غد نحتاج لحبة بيض متوسطة الحجم مع معلقة كبيرة من الخل باش نتخلصوا من الزفرة ديال البيض في هاد الاثناء الفورن المشتعل من الاسفل والاعلى على الدرجة ديال ميتين لازم يكون سخون مسبقا ندهنوا هاد الفطائر بشكل جيد ونزينهم بالقليل من حبوب البابو او سيم سيم زنجلان من بعد غنضخلهم للخبز بالفرن الساخنة على درجة ميتين لمدة ديال خمستاشر دقيقة تقريبا حتى لسبعتاشر دقيقة وباش نحصلوا الى واحد الشكل اللي تيكون اكتر من رائع تنسان بشوكة او اللي يمكن لكم كدائك تحتو بعض الشرخات بواسطة سكين حد وهذه النتيجة اللي حصلنا عليها فطائر اكثر من رائعة فطائر قطنية بحشوة لديدة بزاب فمن قليل اللي نقول لكم الصحة والراحة دمتم لنا اوفيا والسلام عليكم